تستعرض سوية الصفحة الأولى من الصحافة التركية وعناوين هذه الصفحة البداية من بوستا التي تناولت خبرا عن مشاركة قوات من الجيش التركي في تأمين كأس العالم 2022 المقرر انطلاقه في العشرين من نوفمبر بقطر في هذا السياق شاركت السفينة التركية الحربية بورغازا أدا في تدريبات درع كأس العالم 2022 التي ضمت أيضا إلى جانب تركيا دولا أخرى ومع المنديال نبقى في صحيفة يني شفق نقرأ خبرا عن جداريات كتب عليها بعض الأحاديث للنبي صلى الله عليه وسلم معرفة بالدين الإسلامي للقادمين إلى كأس العالم في قطر وانتشرت عبر مواقع التواصل صور كثيرة للجداريات التي تضمنت أحاديث نبوية عن الأخلاق والأعمال الصالحة المبادرة قوبلت بردود فعل إيجابية من المغردين والنشطاء على المنصات المختلفة وتوزعت في مواقع متنوعة داخل الدوحة وفي مدن قطرية أخرى أما ييني شفق فقد تناولت عنوانا حول تأثير التوتر المستمر بين روسيا وأوكرانيا بشدة على الصناعة الأوروبية في الوقت الراهن ووفقا لبعض التقارير التي نشرت في الوكالات تحتاج الشركات الأوروبية إلى توفير الطاقة وسط ارتفاع تكاليفها وتقلص الإمدادات كما أشارت الصحيفة إلى أن هذه الأزمة قد تدفع الشركات الأوروبية للانتقال إلى الأراضي الأمريكية بما يتركه ذلك من كساد اقتصادي في عموم القارة العجوز الختام من صحيفة جونيش وخبر عن تقديم واتس أب ميزة جديدة لمستخدميها تمنع أخذ لقطة للشاشة للصور ومقاطع الفيديو المرسلة مع خيار العرض مرة واحدة أي عندما ترسل صورة تريد أن تعرض لمرة واحدة لا يستطيع أن يأخذ لها كما نقول سكرين شوت يذكر أن هذه الميزة الجديدة تأتي لضمان الخصوصية وأمن مستخدمي واتس أب ترجمة نانسي قنقر